دكتور فوائد الجرية رياضة الجرية كثيرة ولكن البعض يخشون من أنها قد تكون ضارة للمفاصل وتحديداً الركبتين هل هذا صحيح؟ لا لا هذا حقيقة مو صحية من ناحية العلمية والطبية مو صحية التقييد بالأصول والقواعد العامة للجري بيحمل مفاصل هلأ بألمانيا نحن بنعمل عملية تغيير مفاصل لـ 200 ألف شخص بألمانيا تزعمي منهم عبارة عن ناس وزنهم زائد كتير النسبة صغيرة منهم كتير هن الرياضيين أو اللعبة اللي بيلعبوا جري أو بيلعبوا كرة خدم زيادة الوزن تضر كثيراً بالمفاصل وليس رياضة الجري زيادة الوزن لا كان زيادة الوزن وهو هي اللي بتضر أكثر بالجري طيب دكتور هل هناك تمارين معينة يمكن أن تصاحب عملية أو رياضة الجري وتكون مفيدة جداً أيضاً؟ طبعاً هي عبارة عن حماية المفاصل هي عبارة عن تغوية العضلات بالجري خاصة مفصل ركبة مهم كتير للجري فالأصول أنه أول شيء بالفترة الباردية اللي هي عن فترة البرات الرييد أنه الواحد يعمل تمارين يؤوه فيه عضلات الركبة العضلات الفخت الأمامية والخلفية الفترة الباردة تقصد عندما لا يجري عندما أنا شخص أيضاً يكون بتمارين أول شيء التمارين الشد تكون بعد الجري وحتى بعد أيام بعد يوم يومين ثلاثة أيام كمان تمارين شد وتمارين تقوي جري ركوب الدراجي السباحة مهم كتير هاي كلها بتحمل ركبة هناك إشارات تحذيرية يرسلها الجسم لنا أن هناك خطر ما هي طبعاً طبعاً هي أول شيء من ناحية الجهاز حركي أول إنزار هو الألم وقت الواحد الألم بصير لازم يوقف حتى الرياضيين المحترفين وقت الفيه ألم بوقفوا بيقعدوا على المقعد ما بيلعبوا الشيء الثاني هو موضوع الإنهاك واجع الصدر الإنهاك التعب هاي دليل أنه الألب في شيء لأنه بتجريب فيه شيء بسموه الموت مفاجئ وبعدين الشيء الثالث هي وقت الجريب فبصير فيه إعطاء يعني بصير فيه صرف لحريرات لفيتامينات فلازم واحد يعوضها لأنه بصير فيه إنهاك بصير فيه ناقص تركيز بصير فيه جوع نتيجة ناقص الكربوهيدرات بصير فيه تقلص عضلي بصير فيه خطر أنه سيطة مزق عضلي فلازم واحد عطول يأخذ سوائل شوارد فيتامينات فيتامين بيت سولف فيتامين سي فيتامين دي وكربوهيدرات يأخذهم مشان يعوض واحد هالأعراض البصير يعني وقت بصير الأعراض للإنزارات لازم واحد عطول ينتبه لأنه هذا عبارة إنزار والما منتبع أنزار جسمه بيأكلها خطر شكرا دكتور شكرا إلى هذا الحديث القيم